بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الولمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغير للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويمغونها عيواجا أولئك في طلال بعيد وما أوسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهبي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ بِنَ اللُّمَاتِ إِلَى النُورِ وَذَكِّرْهُ بِأَيَّامِ اللَّهِ إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْنِهِ الْقُرُونِ وَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيلٌ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَغُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ بَقْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِنَّ اللَّهِ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُوْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكْ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ قُنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْفِرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُ مَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونَ ... تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونَ أَنْ تَصُدُونَ عَنْ مَأْكَانَ يَعْبُدُ عَفَى became website فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بجرن الله وعلى الله فليتوك للمؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدى ما سبلنا ولنصبرن على ما آذيتون وعلى الله فليتوك للمتوكلون وقال الذين كفروا لأسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك الموالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقاعني وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عميد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجره ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمان اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الطلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يرهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ وَعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْلُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَذَابَ اللَّهُ لَهَتَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِلْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيصٍ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أدعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوبوني ولومون أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أَوْ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْيَاتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً أَوْ طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ أَوْ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءُ تُؤْتِئُكُ لَذَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تَجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْبَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعْبَادِّيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا عَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُوا مِمَّا عَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْرٌ وَيُنْفِيهِ وَعَلَى خِلَالِهِ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من التمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّونِ أَمَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ وَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِغَادٍ وَمَنْ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَاً أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ رَبَّنَا لَيْتَهُوا إِلَيْهِمْ وَارُزُقُهُمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِّمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَاتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّرِ دُعَاءِ رَبَّنَا وَتَقَبَّرِ دُعَاءِ رَبَّنَا وَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا وَالِبُونَ إنما يؤثرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَبَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ وَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول الَّذِينَ وَلَمْ رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَكْتَبِعِ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِّفَ وَعْدِهِ رُسُولَهِ إن الله عزيز ذو انتقام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّذِ الْوَاحِبِ الْقَهَارِ وَبَرَزُوا لِلَّذِ الْوَاحِبِ الْقَهَارِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَرْشَى عُجُوهَهُمُ الْنَارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَوَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيلُ الْحِسَابِ هذا بلاغ للناس ولأنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليلذكر أولو الألباب